بسم الله الرحمن الرحيم ويتصدر الدوري في الجولة السابقة وطالما الأهل يتصدر الدوري فانتظر إن شاء الله خلال الفترة القادمة انتصارات متتالية بإذن الله إن شاء الله من أجل حسم هذا الحدث وهذه البطولة الكبيرة بطولة الدور العام دايما النادي الآن معودنا أنه في الرمك الأخير زي سباقات الجاري بيجي في اللحظة الأخيرة وبيسجل في الثانية الأخيرة وبيفوز بالدرع العام درع الدور العام 42 دوري بطولة لودنج إن شاء الله البطولة رقم 43 ويقدر الأهل بإذن الله يحقق بطولة مهمة جدا نهاردة بنتكلم في الجد مباراة الاتحاد والزمالك النهاردة الساعة 9 من ضمن المباراة المهمة اللي هتفرق كمان في ترتيب الدوري وغدا مباراة الأهل والإسماعيلي في استاد الأسكندرية هي مباراة الأهل لكن بتتلاقي بالطبع خارج القاهرة زي ما بيحصل بالنسبة للإسماعيلي في الدور الأول وكوننا عارفين النظام الموجود في الدوري خلال السنوات الأخيرة لكن إن شاء الله بإذن الله يكون الأهل القادر على الفوز في مباراة الغد وبغض النظر عن نتائج المنافسين طالما الأهل فاز في مباراةه القادمة إذن الأهل هو بطل الدوري بجميع البنود اللايحة اللي تم إقرارها في بداية الموسيب حلقة النهاردة فيها التفاصيل وفيها كواليس وفيها معلومات ودائما حالة البلبلة لعا السوشيال ميديا برنامج الترند تحديدا بيكون للسب وبيحاول يفهم الناس بهدوء وبالموضوعية وبالأوراق وبالمستندات اللي بيحصل وإزاي الحق بيكون عند مين وبإذن الله إن شاء الله الفترة الجاية يكون الأهل بيستعد الأفريقيا بيستعد للسوبر ويحقق بطولة الدوري في المباراة القادمة لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وبالطبع سؤال حلقة اليوم متعلق بمباراة الأهل والإسماعيلي غدا مباراة مصيرة مباراة كبيرة درب ما بين الأهل والإسماعيلي لكن من وجهة نظركم إيه أفضل مباراة بين الأهل والإسماعيلي من وجهة نظركم في مشوار الدور العام خلال السنوات السابقة شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيس بوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات طبعا مباراة الأهل والإسماعيلي نتكلم مطش 4-4 مطش 6-0 في مباراة كبيرة سواء للأهل أو حتى للإسماعيلي لما كانت بتلعب المباراة في إسماعيلي في فترات تصابقة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعدادا لموجهة الإسماعيلي وكمان استقبال حافل لبطلة الأهلي ومصر جيانا فاروق وفي الترند العالمي رسميا ميسي في باريس سان جرمان استعرض مباراة اليوم زي ما قلت دخلنا في المباراة الحاسمة في الدور العام سواء في مرحلة تحديد البطل أو المربع الزهبي رابع الدوري التأهل الكونفيدرالية مرحلة الهبوط في تفاصيل كتير في الدور يعتدحس من النهاردة بنسبة كبيرة لكن النهاردة في سلاس مباراة في الدور العام مبارتين الساعة سبعة غزل المحلة هيستضيف وادي دجلة ده في إطار مباراة الجولة التسعة وعشرين وفي نفس التوقيت الساعة السابعة مساء أيضا اليوم مصر المقصة هيستضيف سيراميكا كيليو بطرة في الساعة التاسعة من مساء اليوم مباراة مهمة جدا سواء للاتحاد السكندري هو بيستضيف الزمالك على استاد الأسكندرية الزمالك بينافس على الصدارة والاتحاد السكندري بيسعى للحصول على بطاقة التأهل لكأس الكنفدرالية الأفريقية بعد غياب زعيم الصغر وسيد البلد عن البطوات الأفريقية منذ سنوات طويلة شاء الله نشوف مباراة مصيرة وقوية ويقدر الاتحاد يعمل نتيجة إجارية خاصة من الزمالك طبعا منافس تقليدي للأهلي على بطولة الدوري العام في مباراة اليوم في كأس الليبرتادوريس الساعة الثانية والنصف من فجر الغد ساوبولو هيلعب مع بالمراس هذه المباراة هي مباراة الزهاب في ربع النهائي لكأس الليبرتادوريس ديربي بالتأكيد مباراة أمريكا الجنوبية وطبعا فرق التوقيت المباراة بتتلعب في الفجر أو بعد منتصف الليل لكن نتمنى اليوم النهاردة يكون فيه مباراة قوية ونستمتع بمباراة قوية في الدول المصري وهو في مرحله الأخيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وترند الترند عندنا عدد من الموضوعات ومجموعة من العنوين المهمة اللي هنتكلم فيها وانا اهتم بالتفاصيل الموجودة من خلال السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد طبعا زي ما شفتوا لقطات لمؤمن زكريا نجم مصر ونجم النادي الأهلي ألف مليون سلامة على مؤمن زكريا يمكن بالأمس سقط مخشان عليه وتنقل للمستشفى وفي فحوصات طبية والكل طبعا من المباراة كان مهتم جدا بحالة مؤمن زكريا وتحديدا بصراحة آخر سنة تحديدا من بعد ما اكتشفنا طبعا بالتأكيد الإصابة أو الحالة المرضية لمؤمن زكريا كلنا وقفين معاه وفي ظهره وبينسنده وربنا يشفيك يا مؤمن ويعافيك بإذن الله وترجع لنا بالسلامة والأهلك والبيتك والإبنك والمراتك كلنا في ظهرك ونتمنى لك الشفاء وتمنى من كل واحد بيتابعنا وقاعد دلوقتي بيتفرج على الشاشة أو حتى بمسك السوشيال ميديا وشايف الصفحات وشايف صورة حتى مؤمن زكريا يدعيله يدعيله دعوة من القلب ربنا يشفيه ورجعه البيته يا ربه والأسراته وزغته وابنه بإذن الله سليما للفترة الجاية مؤمن يعني مش بحكلم عليك ألعبك ورأمون على المستوى الإنساني وعلى المستوى الشخصي شخصية جميلة جدا شخص طيب جدا شخص ودود جدا شخص بيحب الخير للكل احنا تعاملنا معاه حتى لما كان بيلعب في الأهلي بعيد عن الملعب والله شخصية جميلة وشخصية طيبة المؤمن مصاب يا مؤمن ربنا ين شاء الله يشفيك ويعافيك وتقوم لنا بألف سلامة بإذن الله الفترة الجاية ودعواتنا كلها ليك بإذن الله إن شاء الله عشان ربنا يعافيك وترجع لنا بألف سلامة بإذن الله يا مؤمن طيب ده موضوع كان في البداية لازم أبدأ به فقر الترند الترند وكان حديث السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة الموضوع الثاني وأنا الموضوع الثاني أنا مش عارف بصراحة أبدأ منين وأتكلم في إيه بالزبط لأن أنا مندهش مش مصدق مش هتكلم على السوشيال ميديا بش مش مصدق إن الإعلام أو الجمهور أو الأندية أو الاتحاد اتحاد الكورة تحديدا في حالة اللغة في فكرة إرسال أسماء الأندية للاتحاد الإفريقي هو الفكرة يا جماعة في الموضوع ده وجهات نظر ولا لويح لويح مش وجهة نظر طالما الموضوع لويح يبقى نص قانوني ودايما نحن عارفين في القانون لا اجتهاد مع نص يبقى بالتالي هنا ما فيش حاجة أسماء وجهة نظر فكرة إن محدش قرى ده مشكلته فكرة إن محدش متابع ده مشكلته اتحاد الكورة لو طلع قبل كده وقال ترشحات لبعض الأندية بالمخلف لمعايير اللايحة سواء لايحة المنظمة لبطولة الدوري أو لايحة الكاف ده مشكلته لكن الأندية عندها اللوايح وعرفة صح من الغلط لكن أنا بتفاجئ مش أقول إن الترشحات قبل كده تقالت وكانت غلط وأنا كان عندي يقين وقلت جماعة الترشحات دي غلط والكاف هيرفضها أنا كان عندي المعلومة وعارف إن الكاف هيرفضها لأن لايحة الكاف بتدي الحق للاتحاد الإفريقي هو اللي يوافق على الأسماء اللي بترسم الأندية بالقبول أو الرفض لأنك في النهاية مش كل اتحاد عنده معايير بيبعثها الكاف يوافق عليه لازم الكاف بيرائب المعايير دي بيشوفها مطابقة المعايير ولا لا فأنا كان عندي يقين إن المعايير اللي قالها اتحاد القرى قبل كده كانت غير سليمة لأنه عنده معايير في اللايحة المنظمة للدوري بتقول عكس اللي كانت قال قبل كده المهم فخلاص الناس كلها عرفت إن آخر معاد ليرسال أسماء الأندية النهاردة عشرة ممكن على فكرة يكون خلال 48 ساعة بس نمشيها النهاردة آخر معاد هتبعت الأسماء النهاردة الأسماء المعروفة تبقى للايحة الكاف وتبقى للايحة المنظمة للمسابقة الدوري الأربعة لأوال بتوع الدوري هل الناس اتفجأت إن المعاد المفاجئ كان عشر تمانية لا يا جماعة من في شهر ستة قبل معرض لكم اللوايح بس عشان بدي مقدمة للجاي في شهر ستة لما الاتحاد الإفريقي بعت لكل الاتحادات أنا نشرت وقتها الموضوع وقلت يا جماعة الكاف قيل تلاتين ستة وقلت الموضوع ده ممكن يلغي الدوري الناس كله هارات عايت لك لأ ما فيش دورة هيتلغي والدورة هيكمل والدورة هيتلعب وعنشوف لأ حل طيب جيل كاف وقتها قال لك لأ نمدل تلاتين سبعة طيب لسه الدورة عندك لسه شغال رح جيل كاف قال لك نمدل عشرة تمانية خد بالك المادة ده مش لمصر أو مش للاتحاد المصري المادة ده الكل الاتحادات الأهلية لأن فيه التحادات ما كانتش لسه خلصت المغرب مخلصة أول تمانية الجزيرة هتخلص بعدين آخر تمانية ليبيا لسه مخلصة أول مبارح التحاد غينيا لسه مخلصة من ثلاثة أيام تنزانيا لسه مخلصة من أسبوع يعني فيه مشاكل في التحادات إفريقية كتير فهو المعاد مجاش فجأة يعني اللي طالي قال لك الدوري دورة رمضانية يا جماعة المعاد مجاش فجأة احترموا المسابقة فيه لواح وفيه معايير هي مش وجهات نظر لو انت مش قاري دي مشكلتك انت لكن محدش يتكلم على الدوري بشكل سلبي كده فيه لواح لده طيب لو نعرض اللواح احنا خلاص اتفقنا المعاد مجاش مفاجأة المعاد معروف بس الناس اللي مش مركزة الناس مش واخدة بالها سواء أندية سواء اتحاد سواء بعض الناس على السوشيال ميديا الناس مش واخدة بالها لكن اللواح هي بقى مش وجهات نظر اللواح بتقول ايه نعرض اول حاجة لايحة الكاف الكاف حط معايير لأسماء الاندية اللي هتتبعت من كل اتحاد فكرة نبعد حروفه وارقام ده كان زمان خلاص القصة دي كان زمان دلوقتي فيه حاجة اسمها معايير ولواح لازم الكل يحترب الكاف حط أربع بنود قال لك وعنا اعرضه على الشاشة قال لك لو انت عندك دوري وكاس والمسابقة خلصت في توقيتها وعندك ابطال للمسابقة قدامك هي اللايحة المنظمة للمشاركة الافريقية في ظل جائحة كورونا لو الدوري خلص والكاس خلص وعندك الابطال ابعت تبقى لتصنيفك والمعايير اللي عندك لو انت مصنف وعندك اتنين بلعبوا دوري ابطال واتنين كونفدرالية ابعت لأول وتاني وثالث الدوري مع بطل الكاس للكونفدرالية طيب لو الدوري عندك لسه مخلص قال لك ابعت للترتيب العام للدوري تبقى لمعايير المنظمة لمسابقة الدوري عندك او منظمة للليحة عندك دي تاني حاجة قال لك لو الدوري مخلص تبتلت حاجة قال لك لو لغيت الدوري قال لك لو لغيت الدوري ابعت لي نفس أندية الموسم الماضي يعني لو بنطبع على الدوري المصري ابعت لي مثلا اهل وزمالك وبرامدز ومقولين ده نفس أندية الموسم الماضي ما فاش تبعت اهل وزمالك وبرامدز ووصيف كاس الكاف ما بيقولش كده عشان كده كاف رفض لكن انت دلوقتي في الحالة اللي قدامك انت في الحالة التانية الدوري عندك لسه مخلص فقالك ابعد تبقى للمعايير اللي عندك اللي بتقول ترتيب الدوري طيب دي لايحة الاتحاد الافريق ما فيهاش نقاش ولا فيها جدال هي مش وجهات نظر سيبكم الناس اللي النهاردة جابت لايحة دوري ابطال افريقيا 2019 بدولك البند رقم 6 لو البطولة ما تلعبتش تبعت نفسها انديت الموسم الماضي هي ترجمة غلط وفهمة غلط ومش دي اللي الكاف بيعتمد عليها كاف بيعتمد على الليحة اللي تلعط لكم عشان اللي بتتنفذ أثناء جائحة كورونا طيب الليحة المنظمة للدوري المصري بتقول ايه والناس كلها قارتها بس الناس مش واخدة بالها اني القراية سهلة وبسيطة لكن انك تفهم التفاصيل مش سهل انك تفهمها طيب المشاركة الافريقية للفرق المصرية الليحة المنظمة للدوري المصري اللي اللجنة الخماسية عملتها واللجنة السلسية ماشي عليها في حال تحديد الاتحاد الافريقي موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري وقبل انتهاء مصابة الكاس يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى من مصابة الدوري تبقى لما يقول الكاف ده طبق زي ما كاف قال بالزبط طيب في حال تحديد الاتحاد الافريقي موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري اللي هو احنا فيها دلوقتي في الجولة التسعة وعشرين مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد من الاتحاد الافريقي لارسال اسماء الاندية المشاركة في بطولات الاندية الافريقية سبقوا بقى من فكرة في حالة عدم تسول فرقة في عرض المباراة لها مبدأ الجدارة خلاص دي مش موجودة دلوقتي الفرقة كلها لعبة زي بعضها يبقى ايزا النهاردة 10-8 الجولة 29 دورة تتلعب كل الفرقة كلها بتزيبها نبدأ نطبق ده نبعث اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد النهاردة الفقرة اللي طلعنا لكم على الشاشة طيب النهاردة الترتيب ايه؟ الاهلي في الصدارة وبطل افريقي عالي لعب كحامل اللقب وبطل الدوري الزمالك وصيف الناحية التانية المصري في المركز الثالث ضمن بنسبة كبيرة 46 نقطة والاتحاد السكندير النهاردة اذا فاز عز مالك عايب 44 نقطة يتفوق على بيرمتس فيبقى الاتحاد والمصري موجودين في الكونفدرالية مصري كثالث والاتحاد كرابع هل ده ليه علاقة باهمية مباراة النهاردة؟ ده مش قصتنا ده مش موضوعنا هو موضوعنا ان المباراة النهاردة جيت توقيتها في نفس يوم معاد ارسال اسماء الاندية هي مش وجهة نظر هي لوائح طب المباراة دي قد تتلعب بكرة قد تبعد بالترتيب بتاع النهاردة مش هتستنى البكرة طالما الكاف قالك 10-8 قد تتبعد بترتيب النهاردة مش هتستنى البكرة ولو الفرق مش لها بعرض مباراة زباق قد تتطبق البدارة الرياضية الموضوع بسيط جدا سموحها لو كان كسب مبارح كان ممكن يبقى زي بيرامدز وفي المواجهات المباشرة يعاد بيرامدز ولو الاتحاد النهاردة خسر من الزمالك كان سموحها ولا يروح الفكرة مش مباراة منها هتبقى قوية وإحنا كده المباراة حقيقة وموت دي وجهة نظر حد مش عايز يقرأ ومش عايز يفهم لكن لما بنتكلم في اللوايح وبنتكلم في ورق دي مش وجهة نظر الموضوع واضح جدا وبسيط جدا والاتحاد النهاردة لو كسب الزمالك بإذن الله هيتأهل عايبقى رابح الدوري المصر هيتأهل قبطة الكونفيدرالية مع المصري البورسعيدي فرقتين جمالياتين سواء الاتحاد أو المصري موجودين في كاس الكونفيدرالية الموضوع بسيط جدا يا جماعة لا في وجهات نظر ولا في أصل الدوري ده كده بعد دورة رمضانية وفي فرقة تطلع تقولك أصلا تفجئت أصل اللايحة ما شفتهاش أصل النهاردة بقت المباراة حاسمة بقت مباراة مصير قصة مش كده وتعاملوا مع الموضوع ببساطة عشان الحاجات اللي زي دي ممكن تعمل إصارة للجمهور وده من الصح نتكلم صح ونتكلم بالورق ونتكلم بالمستندات وباللوايح عشان ما نعملش إصارة وبلبلة في الرأي العام طيب دي جزئة متعلقة بالأسماء اللي هترسل للمشاركات الإفريقية ونقف البقاء على كده الموضوع وبلاش نتكلم فيه كتير لأنه خلاص الموضوع بقى شكله يا جماعة مش حلو على السوشيال ميديا طيب الجزئة التانية انبارح فوجئنا بخطاب مرسل من رؤول شيباندا مدير التطوير في الاتحاد الإفريقي لقرة القدم للجامعة الملكية المغربية ولنادي الوداد المغربي هي الفكرة مش اللي نادي عليه مستحقات فبيطلبوا بدفع المستحقات لا الفكرة أن الاتحاد الإفريقي وتحديدا من خلال إدارة التطوير في الكاف أرصت مبدأ مهم جدا وخطير جدا أنا لازم ألقي الضوء عليه ونور اللمبة الحمرة لأن الساعات الجاية ممكن تكون فيه مفاجآت في عدد من الاتحادات على عدد من الأندية الكبرى في البطولات الإفريقية رأول شيباندا في الخطاب اللي أرسلله الجامعة الملكية والاتحاد المغربي أو النادي الوداد قال له إيه قال له أنت فيه حكم قدنقوا على الشاشة ده صادر على الوداد في نوفمبر 2020 لصالح اللاعب شيكتارا بسداد مبلغ 165 ألف دولار وكان الاتحاد الإفريقي في شهر 6 اللي فات قال أن أي نادي عليه حكم نهائي صادر من المحكمة الرياضية حكم نهائي بات قبل 31 ديسمبر 2020 مش هيلعب دوي أبطال إفريقيا ولكن فيدرالية إلا ما يدفع كل المستحقات ويسوي كل المستحقات لصالح اللاعبين اللي ليهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية قبل 31 ديسمبر 2020 فبالتالي قرار الكاس اللي قدامنا ده اللي الكاف بيتكلم عليه صادر في 10 نوفمبر 2020 الوداد استأنف على قرار اللجنة التأديبية ما هو الكاس لما خد قرار ضد الوداد الوداد ما سدتش فبالتالي المحكمة الرياضية قرارها نهائي فالفيف عشان تحصن قرار المحكمة الرياضية فبتطلع قرار تأديبي بمنع الوداد من القيد مثلا فده قرار تأديبي فالوداد لما هيستأنف هيستأنف على القرار التأديبي مش هيستأنف على قرار الكاس لأن القرار الكاس نهائي وملزم خلاص فيستأنف على القرار التأديبي طيب استأنف إمتى في إبريل اللي فات هل اتحكم فيه هل اتحسمت لسه إيه بقى المفاجأة اللي ظهرت في الخطاب بتاع رأقولش بين دمزور التطوير قال إيه اللي استأنف المقدم من نادي الوداد للطعن على قرار لجنة التأديب والانضباط في الفيفا اللي هو بموجبه بفرض حظر الانتقالات ليس لللاعب طرف في هذه الإجراءات بين الفيفا والوداد وبالتالي لازم تسوي المستحقات قبل 15-8 طيب الخطاب اللي قدامنا ده بيقول إيه ده خطاب في تاريخ 16-6 عليه مستحقات وصدر ضده أحكام نهائية في 1 و 3 ديسمبر 2020 وما سواش قبل نهاية مارس 2021 يتمنع من المشاركة الإفريقية مش هيكون موجود في دور الأبطال الجواب ده اتنفس فعلي ورسمي مبارح مع مين؟ مع الوداد طب اتبعت للاتحاد المغربي ليه؟ لأن الاتحاد المغربي وده النهار ده مثلا الاتحاد المصري الاتحاد المغربي لما الأندية خلصت المسابقة وحدت أسماء الفرق بعت للاتحاد الإفريقي أسماء المشاركين وراجع أوراقهم وشف رخصة الأندية المحترفة والناس ما عندهاش مشاكل فبعت الورق فالكاف قال اسطب لا ده هنا في مشكلة في نادي عنده مستحقات فأنت كاتحاد عليك مسئولية لأنك ما راجعتش الورق صح؟ النادي عليه مستحقات كنت لازم تسوي هذه المستحقات أنت كاتحاد لأنك رقيب على ده تبقى لقرارات الفيفا فبالتالي أنت والنادي هتعاقبوا بسبب هذا الأمر إذا لم تسوي هذه المستحقات قبل 15-8 من هنا؟ أنا بوجه انظار لكل الاتحادات ولكل الأندية يا جماعة أي نادي عليه مستحقات صدرت من محكمة رياضية قبل 31-12-2020 واستأنف على قرار الفيفا اللجنة التأديبية يدفع المستحقات لأن الاستيناف ده مش هيمنعك من المشاركة الاستيناف ده زي ما بيقولوا كده إيه؟ مش هيمنعك من المشاركة الإفريقية لا ده هيمنعك يعني الناس فاكرة أنه لما استأنف لسه القضية متدولة لا الاستيناف ده مالوش علاقة خالص بالمشاركة أهم حاجة في حكم نهائي ولما فيش حكم نهائي في حكم نهائي لازم تسدد المشكلة أن المدة قصيرة ليه الكافة الـ 15-8 لأنه ده آخر معاد لاعتماد ليحة الترخيص واعتماد الترخيص الأندية فبالتالي لو الوداد ما سددش قبل 15-8 مش هيبقى موجود في دور الأبطال أي نادي تاني عليه نفس الحكم ده قبل ديسمبر أو قبل 31 ديسمبر وما سددش هيتمنع من المشاكل الإفريقية ده تحذير اللهم بلغت اللهم فاشهد والبعض يقول تم النجم السحيلي نفس القضية لا النجم السحيلي المحكمة الرياضية حكم مثل الآله في شهر 6 اللي فات يعني بعد ديسمبر 2020 وبالتالي هنا النجم السحيلي مش هيتطبق عليه ليحة الترخيص اللي صدرت في شهر 6 اللي فات وبالتالي الحكم اللي صدرت من الخطاب اللي طلعناه بتاريخ امبارح 9 8 مش هيهزر والفترة الجاية مش هيفري معاه اسم وعيبقى فيه مفاجآت في أندية كبيرة الفترة الجاية وقادينا شوفناه في ورق رسمي البداية بالوداد الله أعلم في الساعات اللي جاية لما فيه اتحادات تبعت أسماء الأندية المفاجآت الجاية هتكون مع مين مضد مين وبسبب ايه طيب ده جزء مهم جدا كان لازم نوضحه من خلال أوراق رسمية وإحنا هنا الحمد لا نتكلمش إلا بورق رسمي طيب الجزء الأخير وهو متعلق بقى بإنجاز رائع لعبة المصرية لعبة النادي الأهلي جيانا فاروق النهاردة وصلت إلى مصر في مطار القاهرة بعد الحصول على برونزيت الكاراتي في دورة الألعاب الأولمبية في توقيو النهاردة كان استقبال حافل لجيانا فاروق كان في استقبالها طبعا دكتور مهند دا مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي تم تفوضه من قبل مجلس الإدارة بأستكابتن خطيب لحضور مراسم الاستقبال شفنا النهاردة طبعا صباح اليوم على شاشة قناة الآلي هذا الاستقبال الحافل وأوتوبيس مكشوف طبعا كان في جولة فيه شوارع القاهرة وكان حصرين على شاشة قناة الآلي كل هذه التفاصيل لابنة النادي الأهلي وابنت مصر فيه هذا الحدث وحقاية برونزية وكانت استحق الزهبية لولو طبعا القرار التحكيمي من الحكم المغربي وبإذن الله كمان هيكون فيه تكريم لها من مجلس الإدارة خلال الساعات اللي جاي نشوف لحظات من استقبال النجمة المصرية ونجمة الآلي جيانا فاروق واستقبال حافل لها ونتمنى لها التوفيق بإذن الله الفترة اللي جاية ودائما رفع عالم مصر واسم النادي الأهلي نشوف هذا الاستقبال ونطلع فاصل وبعد الفصل نرجع مع بعض ونشوف استعداد الأهلي لمباراة الإسماعيل والله أنا موزوطة جدا ما كنتش بتخيلة أني أجي ألاقي الناس دي كلها وقفة عشان تستقبالني وكل اللي عايز أقوله لو كان ربنا كرمني المدالية فهو عشان كل الناس اللي وقفت جنبي كل الناس اللي دعايت لي وأنا بشكر كل الناس وبشكر مجوزكم أنتوا جيتوا لحد لنا في السابق أنا طبعا كان حلم عمري أن القرار دي أسان بقى لعبة أولمبية ويخش أولمبياد كان نفسي طول عمري أن أنا قدر أن أنا حقق مدالية أولمبية فالحمد الله أن ربنا كرمني بيها الحمد حبا طبعا أن أنا أشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لنا وعلى دعم الرياضيين وعلى دعمه للشباب بصفة عامة يعني هو دايما بيحرص على أن الشباب يموجودين في أي حاجة هو بيقوم بإعدادها أو بيحضرها فطبعا حبا أن أنا أشكره وبهديله المدالية دي وبهديه المئة مليون مصر ألف شكرا لنادي أهلي على كل حال أعلم بحضراتكم من جديد واستعدادات الأهلي لمباراة الإسماعيل خلاص دخلنا في الجد النهاردة الفريع اتحرك في معسكر مغلق وعي سافر إسكندرية استعدادا طبعا لمواجهة الإسماعيلي غدا على الساد إسكندرية الساعة 9 مساء بتويت القاهرة على ملعب استاد الأسكندرية أرح مباشرة إلى ملعب مختار التيتش بجزيرة أثناء تدريب فريق النادي الأهلي مع الزميل العزيز شريف شعبان عشان نطمئن من خلاله على أخبار الفريق والاستعدادات قبل التحرك إلى الأسكندرية بعد المران استعدادا للدخول في معسكر مغلق مساء الخير يا شريف وأهلا بيك على شاشة قناة الأهلي مساء الخير زميل محمد تحاتي لك وتحاتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ويا رب بإذن الله كنتو فيه بكرة معانا بإذن الله ونفوز على فريق كبير وفريل إسماعيلي في استاد اسكندرية في التاسع مساء بإذن الله طيب هي مواجهة حاسمة مواجهة ديربي بالتأكيد الأهلي مع الإسماعيلي اللي سجاز الفني بيستعدي زي للمباراة أبرز اللاعبين المنضمين اللي يكونوا موجودين في هذه المباراة ممكن نشوف عدد من اللاعب المنتخب الأولمبي العائدين بعدما كان الشناوي وأكرم في المباراة سابقة ممكن طاهر يلحق أيضاً كمان يعني عدد من اللاعب وليد سيمان ممكن يكون موجود يعني دينا الصورة وديني كل التفاصيل اللي عندك في ملعب التيتش قبل نهاية المران والتحرك للإسكندرية التمرين كان في الخامسة مساء سبقه كان محاضرة فنية محاضرة فيديو اتكلم فيها مستر ميتسو مسماني عن نقاط القوة ونقاط الضعف الفريق الإسماعيلي حذر من خطور فريق الإسماعيلي يجب احترام فريق الإسماعيلي عدب النظر إلى وضع الإسماعيلي في جدول المسابقة محاولة إحراز هدف مبكر مباراة بسلاس نقاط يجب الحفاظ على السلاس نقاط يجب الفوز في المباريات المقبلة لضمان الفوز بالبطولة محاببة لكل جماهير النادي الآلي وهي بطولة الدوري العام من خلف التمرين منذ قليل بدأ بعد المحاضرة اتكلم معاهم قبل بداية المران مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز وشدد على ضرورة الفوز في هذا اللقاء عدم الاستهانة خالص بفريق الإسماعيلي التركيز فقط في مباراة النادي الآهلي عدم النظر لأي فريق آخر عدم النظر لأي فريق آخر أي أن كان يلعب النهاردة يلعب بكرة أبلينا بعدين التركيز فقط في مباريات النادي الآهلي الفوز في الست مباريات لألفوز بطولة الدوري بدأ المران بدواير من خلفي ومن بعدها هيكون التأسيمة اللي هيتكلم فيها مستر بن سيماني أو اللي هيعلم فيها التشكيل اللي هيخوض بيه لقاء الإسماعيلي وليد سليمان إمبارح شارك في جزء من المران النهاردة هيشارك في جزء من المران بدري بنون نجمة دفاعات النادي الأهلي المسحة أعلنت إيجابيتها بكرة بإذن الله يكون في مسحة أخرى وهنشوف بس سألت الدكتور رحمد أبو عبلا قال لي كل البوادر أو كل الأعراض كلها بتتلاشى منه بدأ يدي له برنامج ينفزه في المنزل علشان خاطر ليقطب الدنيا ما تبعدش بكرة بإذن الله المسحة يا رب بإذن الله تكون سلبية عشان خاطر ينضم لتمرنات فريق النادي الأهلي الكل بقى بيشارك من النجوم المنتخب الأولمبي طاهر موجود في المران بيقدم صورة طبعية مبارح والنهاردة صلاح محسن بيقدم بارح والنهاردة طبعا الشناوي ما شاء الله طبعا موجود برضو في المران مبارح والنهاردة بيعلن جاهزيته أكرم توفيق بيعلن جاهزيته أيا كان كل جاهز لمباراة الإسماعيلي هننتظر إعلان قائمة النادي الأهلي اللي هتخد اللقاء غدا بعد المران بإذن الله هيتجه الأهلي مباشرة إلى مدينة إسكندرية طبعا الإقامة في أحد الفناطق الموجودة في قلب إسكندرية والقريبة جدا من إستاذ إسكندرية اللي احتضن هذا اللقاء خلينا أقولك زميل محمد أخيرا من خلف المدرج الجديد من خلف المدرج في باركين جديد ليه طبعا لعيب النادي الأهلي موجود في بصات النادي الأهلي يعني بعد كده هوت لعيب النادي الأهلي هتخش بعربياتها جوة البركين الخاص وهتخرج منه على طول زي اللي بنشوفه برة في أجواء أوروبا نادي الأهلي موفر كل كبيرة وصغيرة لعيب النادي الأهلي من غرف ملابس على أعلى أعلى مستوى أرضية ملعب ولا أروع ولا أجمل كل حاجة موجودة عشان البطولات يا رب بس توفيكم معنا وبإذن الله بإذن الله بكرة هنفوز على فريل إسماعيلي بإذن الله عشان نقترب خطوة مهمة جدا من حسم اللقب بطولة الدوري العام يا رب بإذن الله زميلي العزيز شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات وكل التوفير لفريل نادي الأهلي في مواجهة الإسماعيلي غدا على استهد الأسكندرية أخرج إلى فصل وبعد الفصل تريند الأهلي والتفاصيل موجودة عبر السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد والتريند العالمي تكلمنا على أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي والاستعادلات لكن طبعا في هذه الفترة وفي هذه الأسناء كل الكلام عبر السوشيال ميديا على انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان واليوم توجهه إلى باريس لانضمام إلى حديقة الأمراء مع باريس سان جرمان نشوف تريند العالمي وأبرز الأحداث وقضمنا طبعا الحساب الرسمي أو الحساب الرسمي لباريس سان جرمان على تويتر نشر فيديو تشويقي لانضمام ميسي لصفوف الفريق والمقرر الإعلان اليوم عن الصفقة بشكل رسمه بالفعل أثناء الحلقة باريس سان جرمان بشكل رسمي أعلن عن انضمام ميسي إلى باريس سان جرمان طيب قبرى الوكالات الأجنبية والعالمية اهتمت جدا بمسألة توقيع ميسي لباريس سان جرمان نروح كمان نشوف سكاي نيوز عربية من خلال حسابها الرسمي على تويتر اللي بيقول ميسي يصل إلى باريس لتوقيع عقد الانضمام لباريس سان جرمان طبعا بشكل رسمي أصبح لعبا في النادي الفرنسي كمان معنا من نيمار دمكم طبعا على الشاشة هو فيديو وصول ميسي لباريس سان جرمان عايز أقول لكم العالم كله خلال ال72 ساعة الماضية ما بيتكلمش إلا على انضمام ميسي دي لحظة تاريخية لجماهير باريس سان جرمان يمكن عايز أقول لكم بالأمس الناس كان عند المطار وقرب النادي وحتى بعض المستشفات اللي ممكن يعمل فيها إجراءة قشف الطب الناس كانت محتشدة منتظرة وصول ميسي وهو ما كانش لسه موجود أصلا وما كانش لسه سافر إلى فرنسا لكن النهاردة شايفين طبعا الجمهور وعايز أقول لكم ده هيعمل رواق كبير جدا بالنسبة للدور الفرنسي وبالنسبة للاقتصاد الرياضي في فرنسا خلال السنوات القادمة في دوريات قيمتها التسوقية اعتقلة وفي دوريات قيمتها التسوقية بعد ما كانت هي رقم واحد في العالم هتنزل بشكل كبير جدا زي الدور الأسباني خاصة بعد رحيل كريستيانو ورحيل ميسي طيب نيمار من خلال حسابه الرسمي على الإنستجرام نشر صورة مع ميسي باك تو جزر عدنا معا مجددا كنا نعرفين نيمار طبعا كانت البداية في انتقاله من بارشلونة إلى باريس سان جرمان ثم لحق به ميسي خلال هذا العام بس انتقال ميسي يا جماعة محتاج دراسة لان الامر مش متعلق بقيمة مادية وتفاصيل مادية الامر متعلق بنظام وربطة اندية محترفة بتلعب وبتشتغل على فكرة ان العقود دي ما يكونش فيها اي شبهة تلاعب مالي الناس لو ركزت في التفاصيل اللي حاصلت في اللليجة هتعرف ان الدوريات كلها بلا استثناء بعيدة كل البعد عن العمل الاحترافي تحديدا اسبانيا والمانيا وانجلترا بالترتيب من اكبر الدوريات والروابط اللي اكتشتغل على فكرة تحديد شغل الروابط وتحديد شغل عقود العمل ما بين اللاعبين والاندية خلال الفترة القادمة طيب نروح كمان لحساب بليتشار ريبورت بيتكلموا على ميسي سيتقاضى كام مع باريس سان جرمان هيتقاضى راتب يبلغ 41 مليون دولار في الموسم رقم كبير جدا وكلنا كنا عارفين في الفترة اللي كان موجود فيها مع برشلونة كان وصل لمرحلة تخفيض العقد بنسبة حوالي 50% بس طبعا فكرة بقى الارادات والمصروفات والعقود اللي تدفع للعيبة قيمتها والسنة اللي فتق قيمتها كام وعادي ميسي لو نزل لل50% ده ممكن يكون فيه شيء بالتلاعب مالي ولا لا كل التفاصيل دي كانت سبب فيه رحيل ميسي عن برشلونة وأصبح حاليا موجود مع باريس سان جرمان طيب دي التفاصيل المتعلقة باللحظة التاريخية بانتقال ميسي إلى باريس سان جرمان أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والإجابة على السؤال اللي ترحناه في البداية الحلقة أفضل مباراة من وجهة نظركوا في مباريات الأهلي والإسماعيلي على مدار التاريخ أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج الترند وقتنا بيجري معاكم بسرع لكن على قدر الوقت اللي معنا نحاول نشوف أراءكم في السؤال اللي ترحناه في بداية الحلقة أفضل مباراة ما بين الأهلي والإسماعيلي ونوجة نظركوا إكرام المصر بيقول مباراة 6-0 في الإسماعيلية ومباراة 4-4 كانت على الساد القاهرة ومباراة طبعا كانت الدوري مهمة جدا كانت مباراة في الختام الدوري المرحل الأخيرة وبيقول الدوري يا أهلي طيب نشوف رأيي كمان معنا مصطفى محمود بيقول مباراة 4-3 للأهلي وقتها كان برقات مع الإسماعيلي كانت مباراة للتاريخ طيب كمان أسامة بيقول ماتش 4-4 أكيد محمود ناصر بيقول 6-0 طبعا طبعا أنا طبعا من المباراة المشاهدر أنساها الأهلي والإسماعيلي كانت مباراة فاصلة في الدوري على السادة الإسكندرية والأهلي فاز 4-3 وكان متقدم 4-0 وهاترك محمد رمضان أعصاب لك الأهلي فاز بالدوري في هذه المباراة الفاصلة دائما المباراة الأهلي والإسماعيلي مباراة كبيرة وبتكون فيها نسبة أهداف عالية جدا في النهاية بشكر حضراتكم بالتأكيد لحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله غدا نلتقي في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء